الفرق ما بين النتيجة إيه اللي انت مستنية من هذا المؤتمر في الآخر يعني برضو في إطار انت مستنية إجابة على إيه هل تتوقع أن يخرج المؤتمر برؤية قصيرة الأجل لحال المشاكل الآنية ولا نفسك أيضا تشوف في المتوسطة وطويلة الأجل استراتيجية للخطة لا في الحقيقة نتمنى يعني أن يبقى فيه مردود لهذا المؤتمر على واقع الناس إزاي ده هيحصل أنا شخصها مش عارفة لكن في الحقيقة الناس يعني متعلقة بأي أمل ممكن يطرح خلال الساعات دي في المؤتمر ده أي قرارات أي توصيات أي شيء ممكن يخفف شوية من أعباء الناس الناس عايشة في ظروف سيئة تماما وبتحاول تعيش وبتحاول تكمل لكن في الحقيقة الوضع صعب على الجميع مش فقط الفقراء لكن كمان المطبقة المتوسطة على كل طبقات المجتمع بلا أدنى شكل لنا نعاني نتمنى نتمنى أن المؤتمر يخرج بشيء ولكن أيضا في كل الدول أيضا ولكن احنا عندنا مشاكل قديمة وعندنا تضف إليها المشاكل الجديدة حسنا لحفيدك السؤال ماهو أنا برضو عايز أقول حريطك على حالي يعني زي ما كنت بقول حريطك يعني احنا مصريين وفي الحقيقة اللي يهمنا أنا أنا يهمني لو متاعيش بغير في عيشي أنا دا اللي يهمني فأنا في الحقيقة يمكن مش معنية أوي أبص أبعد من كده يعني جايز الناس الاقتصاديين يقدروا يبصوا يعني لما هو أبعد يتكلموا بقى أو يفكروا الحرب في أوكرانيا وفي روسيا هتصل لإيه يعني دي تفاصيل في الحقيقة حتى المواطن المصري البسيط هو مش معني بيها لأنه هو محتاج الرز محتاج السكر محتاج الأمح محتاج رغيف العيش محتاج يودي أولادو المدرسة معهم نص رغيف يعني تفاصيل هي تخصص الحياة اليومية فإحنا كل اللي بنتبنيها أن المؤتمر دا يخرج بحاجات أو بتوصيات أو بقرارات تخفف شوية من معاناة الشعب المصري